موسيقى خلينا في البداية نتحدث عن أول مشكلة اليوم بيتحدث عنها في دافوس تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلاسل الإمداد نتحدث أيضا عن ارتفاع أسعار الوقود الذي يؤثر بشكل عام على القدر الاستهلاكية الشركات الطيران أيضا تواجه هذا التحدي انعكس على أسعار التذاكر كيف ممكن اليوم تتحسن عندكم المبيعات والأرباح في نفس الوقت ما تخسروا الزبائن طبعا لا شك أن الحرب هذه هي العامل الأساسي والتحدي الأكبر لأن يواجه شركات الطيران بارتفاع سعر الوقود الربع الأول من 2019 أنا دائما لما نقول العام الماضي بالطيران نرجع ل2019 ننسى السنتين الماضيين لما كنا نشغل كان تكلفة الوقود شكل 25% من تكلفة طيران الجزيرة اليوم تكلفة الوقود شكل أكثر من 37% من تشغيل طيران الجزيرة فالوقود هو العامل الأهم والأكبر التحدي كبير عكسنا هذه الأسعار الوقود جزئيا على أسعار التذاكر لكن حسنا في مداخل أخرى اللي نسميها الانسلري انكم بحيث أن نترك الخيار لمسافر إذا حبي أكثر أو لا إذا حبي أكل أو لا بالطائرة إلى آخره عساسي نوفر سعر التذكرة يكون مناسب لجميع شرائح المجتمع اليوم الجزيرة للطيران تأخذ أيضا خطة في قطاعات متعددة بتنوع في محفظتها وتخلته في مجال التدريب تدريب طيارين يعني بطلنا اليوم نودي طيارينا برا يتدربوا ويرجعوا طيارين ما زالوا يتدربوا برا يتدربوا في أكسفورد هي المكان الأساسي بالنسبة لتدريبهم ولكن نحن الآن حسنا من هذا الأداء وبالتعاون مع الجهات الحكومية بدورة الكويت رح نفتح لأكثر من 200 وظيفة جديدة خلال السنتين القادمين لطيارين طيارين محليين كويتيين شباب من الإناث والذكور أن يتلحقوا في مجال الطيران طبعا هذا عامل أساسي لتشجيع قطاع الطيران بالكويت وفتح فرص العمل الجديدة واستثمرنا الآن ورح نعلن عن أكاديمية جديدة لطيران الجزيرة وبما فيها ما يسمى سيمليترز أو جهزة التدريب اللي رح نعملها بالكويت إن شاء الله وهذا اللي كانت شكلت مشكلة في وقت سابق لأحدى طائرات بوينغ إنه ما كانت تأتي مع الطائرات يعني جهز محاكاة حتى يكون فيه تدريب طب كم عنفقتم على هذا الاستثمار؟ نحن في البدايات الآن طبعا طيران الجزيرة وقعت عقد جديد مع الإيرباس بقيمة 3 مليارات و 200 مليون دولار عقد كبير لاستحواذ على 28 طائرة رح نعلن قريبا عن بدء استلام هذه الصفقة والتعاون كبير بينه وبين شركة إيرباس كل سطول طيران الجزيرة هي من إيرباس حاليا نحن نشغل 17 طائرة نطلع على نهاية العام الحالي رح نصل إلى 20 طائرة خلال أربع سنوات القادمة رح نصل إلى 36 طائرة إن شاء الله نتحدث عن مشاريعكم الأخرى يعني الموضوع مش بس في قطاع التدريب أيضا الخدمات الأرضية في المطارات عندكم سوق حرة كم جذبتم من إيرادات من هذا التنوع؟ هذا التنوع طبعا في هذه المنكة طيران الجزيرة خاصة في حالة انخفاض المداخل أو ارتفاع اسعار الوقود بنائنا لمبنى طيران الجزيرة T5 في الكويت في فترة حاجة جدا نحن لم يكن في ضغط كبير على مطار الكويت الدولي الحمد لله هذه عادت تبعى وائدها الإيجابية كذلك ونطلع الآن إلى توسع في هذا المبنى لأنه لما بنى تصميمه كان على حوالي مليونين نصر راكب اليوم طيران الجزيرة رح تصل إلى حوالي ثلاث ملايين وثمانمائة ألف راكب السنة هذه وخلال الثلاث سنوات القادمة رح نصل إلى خمس ملايين راكب فقفزة كبيرة نوعية الطلب كبير على السفر بالكويت خاصة بعد انتهاء الجائحة وشفنا اليوم ومثل ما احنا شايفين هنا في دافوس خلاص الأقناعة تركت والكلة الآن رجع للسفر بمعنى على افطار السياحة اليوم في دافوس يناقشوا أيضا مؤشر السياحة وفي جذب واضح جدا في تقدم لدولة الإمارات السعودية وأيضا المنطقة الأيحد تعتقد أن السياحة أيضا ليست جاذبة وإنما أيضا مصدرة وين الوجهات اللي تجد أنه اليوم طيران الجزيرة مهتمة إنها تسير رحلات عليها وفعلا اتعوض عن الفرق في رفع أسعار التذاكر على الوجهات الباهظة نحن كلما نشغل طيراتنا أكثر كلما نقدر نخفض أسعار التذاكر بالنسبة للمستهلكين بالضبط إي كان مزهف سكيل خلال 2021 وبخضم الجائحة فتحنا عشر محطات جديدة لم تكن على شبكة طيران الجزيرة السنة هذه الآن عندنا محطات جديدة في أوروبا عندنا فيينا عندنا برايك لكن رح تستغربين أكبر سياحة عندنا اليوم فاتحينها والجديد رح تكون في المملكة العربية السعودية ففي عندنا محطات جديدة كثيرة رح نعلنها داخل المملكة العربية السعودية لتشجيع السياحة فيما بين دول الخليج محطات الأخرى التي نشغلها من الكويت هي للعمالة أساسا وأبعاد أكثر يعني قارة الهندية النيبال النيبال فتحنا سوق كبير اليوم نحن من أكبر شركة خليجية تشغيل نيبال وفتحنا مطار الثاني في النيبال وكننا أول شركة دولية تغلع وملة إلى هذا المطار فهذا كل من طموح تخفيض التكلفة في طيران الجزيرة بتنويع مصادر الداخل وتنويع الشبكة والله الحمد أتت بثمرها جيدة خلنا نتكلم عن محفظة التمويل كل هذه المشاريع والدخول في هذه الاستثمارات يتطلب وجود سيولة إما سواء بالاقتراض اليوم أسعار الفائدة مرتفعة أو من سيولة متوفرة عند الشركة كيف ستوفر المبالغ اللي عليكم للدخول في هذه الشراكات الكبيرة أو في هذه الاتفاقيات عندنا نوعية من التمويل الهندة لرئيس المال العامل فطيرنا جزيرة فيها من المخزون النقدي الكبير أكثر من 40 مليون دينار فهذا يكفينا ويزيد بالنسبة لتشغيل الوركين كابيتل أو رئيس المال العامل أما بالنسبة لتنويل صفقات الطائرات ففي عندنا نوعين البنوك التجارية وهنا متواجهين لها لكن هذا رح يكون في حينه حين استلامت أسطولنا الجديد والتنويع الآخر اللي هو ما يسمى بالبيع وعادة الاستيجار فإحنا جزء من أسطولنا رح يتم بيعه وعادة الاستيجار من شركات تأجير هذا هو النوعين لا شك طبعا أن تكلفة التنويل كبيرة لكن ما زلنا الآن في نطاق عملنا كون نحن ما يسمى التنويل في مقابل الأست أو الأصول هذه ما زالت مرغوب فيها بالمنوكة الأجنبية والمحلية كذلك فأخفضت أسعار تمويلها نسبيا منافسة ومخفضة في حركة واضحة عندنا في أسواق المال بطروحات عامة أولية في قطاعات واعدة جدا ونرى إشراف كبير جدا هل بتفكروا أن أحد الأذرع التابعة لكم أو الشركات أنكم تدخلوها إلى السوق المالي؟ لا شك أن هذا رح يكون أحد السراتيجية طيران الجزيرة وأي شركة تعمل اليوم في نطاق عملنا هناك بعض المشاريع اللي تقوم فيها طيران الجزيرة اليوم عندنا مبنى تيرمينال طورناه طورنا السوق الحرة اللي موجودة فيها هذا كله في جهد داخل طيران الجزيرة يجلز بالمستقبل يكون عندنا شركات عالمية وندخل في ما يسمى الـ FDIs ونستطيع رؤوس الموال الأجنبية اللي تدخلوا عنها بلكويس سواء مباشرة مع طيران الجزيرة وللآن ارتفعت نسبة حضور المستثمرة الجانب إلى حوالي 8% وهي نسبة كبيرة وممكن تكون من خلال طرح مشاريع من داخل طيران الجزيرة وقطاعات عامل طيران الجزيرة كل التوفيق لكم وإقامة طيبة في دافوس في هذه الأجواء الألطف دائما من البرد القارص اللي كنا ننسحبك في الخارج دائما علي شكرا جزيلا لك سيد مروان بوداي وإنت رئيس مجلس إدارة الجزيرة الطيران شكرا لكم شكرا استضافة عمر الراحة اشتركوا في القناة